بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان ونجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغوا في الميزان وقيموا الوزن بالقسر ولا تفسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنقل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بوزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما النقل والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبغى وجورج بكذل جلال والإجرار فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في الشأ فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواب من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماوات فكانت عودة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بهم واصي والأختام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من قل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فوش بطاينها من استبران فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما قاصرات القرف لم يخمسهم إذن عينصا قبلا ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليقود والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن عدونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان 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 جبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة فالسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقرين من الآخرين على سرور موذونة المتكئين عليها متقابلين يتوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وباريخ وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور نعين كامثال الوحل المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسبعون فيها لهوا ولا تأسيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين في سدر مخزود وطلح منزود وظل مبدود وماء مسكوب ففاكهة كثيرة لا مخطوعة ولا ممنوعة وفوش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا قربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من العلولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سوم وحمين وضل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا خبل ذلك مترفين وكانوا مسرون على الحنص العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلهي قاطي يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالمون المكذبون لآكنون من شجر ينزقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب اليم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقنا لكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تنون أنتم تخلقونه ونحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرصون فأنتم تغرعونه ونحن الزاريون لو نشاء لجعلناه مطامدين فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما الذي تشربون أأنتم أن تنزلتم من المثل أم نحن المنسلون لو نشاء جعلناه جاجدنا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تمرون أنتم أن شأتم شجرتها أن نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للنخوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع نجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كذاب مكنون لا يمسون إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنترون ونحن أخره إليه منكم ولكن لا تمسرون فلولا إن كنتم غير مذينين ترجعون إن كنتم صادخين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصنية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم